اشتركوا في القناة حصلة يشتغلها بشغلة يعني اللي حط لها دكاهم اللي حط لها شيء ما بها فائدة هناك واراض الناس يعني كثيرة عافتها وراحت الفلاحون في محافظة المثنك غيرهم من فلاحي العراق يعانون تفاقم مشكلة الجفاف بعد تراجع منسوب المياه في انهارها وبخاصة نهر الرميثة الذي يتفرع من نهر الفرات الامر الذي اوجد حالة من قلة المياه وصلت حتى الى مياه الشرب فهذا النهار عليه تجاوزات التجاوزات من الحمزة لما توصل الحلة فعلى الحكومة المحلية والحكومة المركزية الحكومة الاتحادية ان يطلعون قوة وهذا النهار يحمونه من التجاوزات حتى يوصل لأننا ذنائب والذنائب التجاوزات تأثر عليها وأثرت علينا بشحة مياه شرب يحدث هذا في وقت يغيب دور الحكومة في تطهير الأنهار وحمايتها من التجاوزات وتنظيم دورات الري وبناء وصيانات السدود ضمن خطة مدروسة لحماية الثروة الزراعية للبلاد الأمر الذي أثار غضبا متناميا في أوساط المواطنين ليس في المثنى وحدها وإنما في سائر محافظات العراق نحذر الحكومة من غضب الحليم هذه المرة ممكن أنه في عام 2019 أنه ممكن أحداث وأمور وتم السيطرة على الأمور لكن الأمور الآن للأسف ترجع إلى ما كانت عليه والوضع الآن مهيئ إلى انفجار الشارع الفساد والإهمال المتفشيان في الطبقة السياسية الحاكمة باتا لا يستنزفان ثروات العراق الحالية فحسب وإنما يدمران أي احتمال أو فرصة لاستثمار ثروات البلاد من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر